مرحبا بحضراتكم مرة تانية مبارح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاحه لمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية وجه رسالة مهمة جدا لكل أولياء الأمور بخصوص وظائف المستقبل وقال إن قطاع تكنولوجيا المعلومات قادر إن هو يستوعب أعداد كبيرة جدا من العمالة وده اللي لازم ترعي الأسر في تعليم أبناءها خلال الفترة اللي جاي فعلا رسالة مهمة جدا من القادة السياسية وعلشان كده النهاردة في صباح الخر يا مصر هنصلط الضوء تحديدا على هذه الرسالة الرئاسية إزاي نشجع ولادنا؟ إزاي نوعيهم بأهمية الكليات التكنولوجية والتقنية؟ إزاي نغزي في عقول ولادنا فكرة حب هذا المجال؟ هل التفوق مرتبط بس بكليات الطب والهندسة؟ ولا ممكن يخش في مجالات زي تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي؟ وكل المجالات اللي هي عليها دلوقتي فعلا طلب من سوء العمل علشان بيتحجزوا الولاد بيتحجزوا هم في الكليات علشان يشتغلوا في شركات المالتناشرات الدكتور وقل الأبدوي عضو مجلس بحث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أكاديمية البحث العلمي منور النهاردة في استوديو عشان يجاوب على كل هذه الأسئلة صباح خير يا دكتور صباح خير أهلا بحضرتك الرسالة اللي قالها سيد الرئيس أن احنا لازم نوجه ولادنا لهذا المجال باعتبار أن هذا المجال هو المستقبل هو اللي حتى لو ما اطلبش في مصر حيطلب في العالم كله لأنه أصبح لغة عالمية تعليق حضرتك في البداية هو كلام ده طبعا من فخامة الرئيس يعني بيوضح أن فخامة الرئيس متطلع على جميع الأحداث الجديدة لأن احنا لو بنفكر في إزاك هالسناعي أو تكنولوجيا المعلومات أو تطور التقني لأي خدمة موجودة أصباح النهاردة أن فيها معاها كمبيوتر فبالتالي فرص العمل في المستقبل هتبقى أكتر للناس اللي عندهم علم بهذه الكمبيوتر وتحليل البيانات وأنظمة الحسابة والحسابات والأنظمة الحسوبية الكبيرة فيه طبعا تطبيقات مرطفة زي مثلا تأمين البيانات تأمين هذه المواقع كل الوظائف دي هتبقى مفتوحة خلال العشر سنين الجاية هتبقى مفتوحة ليه؟ لأنها التقنية دي بتدخل في جميع مجالات الحياة فبالتالي عدد الوظائف عليها وحاليا إحنا عندنا طلبة كتير قوي في سنة ثالثة وربعة بيبدأوا يلتحقوا بوظائف خارج مصر بيعملوها بعض من الوقت أو نص أو بار تايم يعني نتيجة أن فيه طلب عالي على بعض من هذه التخصصات حاليا وما فيش ما يشغلها يعني هكذا لو نتكلم في مصر فيه مثلا كام دكتور سنان هتلاقي كتير قوي طب فيه كام واحد بيعرف كويس قوي في السايبر سيكوريتي أو في التأمين هتلاقي ناس قليلة فبالتالي المفروض من الحكمة أن نحن نوجه أولادنا أن هم يدرشوا الحاجة التي ستبقى عليها طلب في العشر عشرين الجاية رئيس مبرح تكلم عن يمكن مرتبات خارجين هذه التخصصات وقال أنه بتبتدي من عشر تلاف دولار ممكن ياخدوا عشر تلاف دولار لغاية مئة ألف دولار أرقام كبيرة جدا جدا التخصصات دي إزاي بتضمن يعني السالريز الكبيرة قوي دي لخارجين هذه التخصصات أنا أكيد مش بقول على خارجين يعني أكيد في المستقبل يعني هياخدوا أرقام كبيرة وحضرتك بصراحة في ناس عندها أرقام مقاربة للأرقام دي وهم لسه صغيرة لسه بقى لها سنتين ثلاثة نتيجة أنه بيطلع يعمل شركة في المجال الرقم فبيبقى عنده دخل فدايما الوظيفة مرتبها مربوط بما مدى القيمة الحالي بتقدمها فلو حد بيشتغل في حماية أو المنظومات الأمنية أي غلطة بتؤدي إلى أمور كارسية لأن أنت مثلا لو فيه أتاك أو هجوم الدنيا كلها بطاف بيتكلم على خسار بالملايين فبالتالي الأرقام ديت موجودة في بعض التخصصات في مجالات الرقمنة ومجالات الزكاء الصناعي أغلبها بيبقى ناس عايدين في دول برة ما عندهمش الخدمات ديت فبيضطر أنه يدفع بالريل بتاعه أو بالعملة زي الفريلانسر أو الشغل عن بعض في مواقع كمان أنا لا ببقى عارفك ولا أنت عارفني وبعمل على النيوز في كده أنا محتاج واحد اتنين ثلاثة فبيخش فبتقدم فبتاخد الجوب ده في مواقع توظيف بهذا الشكل بيعليها مشاريع والمشاريع دي بيقولك احنا عايزين ناس يعملوها طبعا احنا الشباب اللي عندنا شباب متفوق علميا يعني أنا من تجربتنا في الجامعة اللي أنا فيها فيها كل الزكاء الصناعي الشباب عنده الحماس وعنده التفوق وعنده العلم وعنده الرغبة فده بيؤدي أنه هو بيبدأ يلتحك بهذه الوظائف وبيؤدي هذه الوظائف وبيبدأ يشتغل فيها طيب الـ AI الـ Data Analysis الزكاء الصناعي وتحليل البانات والماشين ليرنينج وكذا نوع من الأنواع لو تدينا أولويات سوء العمل في طلب خرجي هذه التخصصات ايه وكم عدد التخصصات اللي نقدر نقول عليها سوء العمل بيطلوبها دلوقتي هو حضرتك تعلم الآلة أو اللي هو الماشين ليرنينج دوت مطلوب في كل حتة عندها هو أساس كل أنظمة الزكاء الصناعي إن الآلة تتعلم تعمل حاجة ده رقم واحد ده رقم واحد تحليل البيانات ده حاجة جديدة شوية لعدم موجود البيانات قبل كده وتحليل البيانات ده بيجي في التسويع الإلكتروني في عمل خطط استراتيجية في معرفة نوعية المستخدمين لهذه المنظومة وطبعا السيبر سيكيورتي والتأمين اللي نكون حاجة بتتكلم قبل الهوى عليه ده طبعا حاجة يعني مهمة مش مهمة ده حاجة ملحة لأن احنا شفنا فيه هجمات سيبرانية حصلت على مشر في بعض الخدمات في بعض الأوقات قريب يعني من شهرين ثلاثة فالوجود خدمة تأمين سيبراني ده مهمة جدا 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 وملحة لأن احنا ما نقدرش نستمع احنا فيه دول بتحاجم بعض بالطريقة دي يعني طيب يعني الوظيف دي أنا النهاردة طالب في السنوية عامة ايه الوظيفة التكنولوجية اللي أنا يعني أقدم فيها كتخصص في جامعة عشان أضمن الوظيفة دي لما أتخرج يعني حدك تعدلي كده الكليات التكنولوجية المضمونة في العشر سنين الجاي كوظيف هي الكليات التكنولوجية اللي مضمون عليها طلب في العشر سنين الجاي هتبقى في مجال الرقمنة والتحكم الآلي والذكاء الصناعي لأن كلها دي بحاجات مرتبطة ببعضها فحنا بنتكلم على هندسة حاسب آلي علوم حاسب آلي كليات ذكاء الصناعي فيه في كليات الأداب فيه برامج خاصة بنظم المعلومات الجغرافية ده معمول الـ GIS ده معمول بالكمبيوتر ده برضو تحول رقمي فيه في كليات تجارة فيه حاجات بتتكلم على تخصص نظم المعلومات أو الـ Business Information Systems فكل التخصصات اللي فيها Information Systems أو زكاء صناعي أو مايكانة دي هيبقى عليها طلب أكتر نتيجة تغير المجتمع من مجتمع غير رقمي لمجتمع رقم فعلى الوظائف اللي هتفتح في هذا المجال وكمان فيه تطبيقات في مجال الزراعة برضو باستعمال الـ IOT والزكاء الصناعي والتحكم فيه الرأي كان نمبرح كنا في حاجة في الأكديمية البحث العالمي في ورشة عمل ويتقال كده عندي كل الفدادين ديت إزاي حاضر أجيب حد يتحكم في مصارات الري أو يتابع نمو النباتات فالحل إن هم بيستعملوا الـ IOT أو إنترنت الأشياء في هذا المجال فمجال الميكانة والزكاء الصناعي حيمس جميع أنشرة الحياة بتاعتنا ونديجة لكده إحنا بنتطر إن إحنا نقول يا جماعة خلي بالكو أنتوا ما تروحوش للأماكن التقليدية ما تروحش للوظيفة التقليدية روح لوظيفة هيكون عليها طلب فحيكون عليها طلب يبقى عليها السعر عالي إن الوظائف اللي فيها ناس كتيرة مرتبتها أو دخولها مش عليها طيب أنا أنا النهاردة يعني ما قدرتش أجيب مجموع عالي أخش كلية من كليات القمة دي أو ما عنديش القدرة المادية إن أنا ألتحق بكلية من كليات الزكاء الصناعي أو علوم البرمجة ودخلت كلية عادية هل في مجال إن أنا أخذ كورسات معينة أونلاين على الإنترنت ببلاش أو بمبالغ زهيدة أعتقد دابي ده فيه طبعا متاح حتى فيه لسه مبادرة موجودة من فيه زي الـ ITI وزارة الصلاة بتعمل مبادرات لتدريب الطلاب على أنظمة مختلفة إعطاءهم شهادات أو دبلومات في مجالات مختلفة ودي غالبا بتكون بأسعار زهيدة وأكتير منها بتكون ببلاش وحاليا وزارة التضامن وزارة الشباب والرياضة وزارة الصلاة وزارة التعليم وزارة التعليم العالي كل هذه الوزارات بتطرح برامج لمدة 3 شهور لتسع شهور للسنة تدريب وبعضهم على فكرة بيدفعوا فلوس يعني بعضهم بيقولك تعالى اتضارب عندنا واشتغل عندنا مرتبات زهيدة 2000 جنيه ولا حاجة في الشهر بس بتاخد التدريب وبيدوك انتقالات والناس اللي من الأقالين بيديوهم يعاشة وإقامة فالدولة محتضنة جميع الكفاءات وجميع الاتجاهات وجميع الشباب بحيث أن نقدر نواكب التوسع في الوظائف في مجال المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والزكاة الصناعة والكلاود كومبيوتنج هل مجال أو تخصص ليه بالتحديد يعني؟ الكلاود كومبيوتنج بيجي تحت علوم الحاسب أو الصوفتوير انجينيرينج هندسة البرمجيات أو الهجوم السبراني أو اللي هي السايبر سيكورتي لأن الكلاود كومبيوتنج هو نوع من طريق تخزين البيانات هي أجهزة بتخزن البيانات في شكل منظومات أنت بتبقى شفاك أنها سحابة ما بتبقى عارفة البيان بتاعك فين بالزبط بس سوى فيه مجموعة من الهارد ديسك أو مجموعة من الأقراص الصلبة هي بتخزن المعلومة بس أنت بداريش تقولي عمري ما تخيلت هي وراها إياني؟ فعلا بحيث دايما كأنها في الهواء متعلقة بس معرفش هي فين بس رح لنا بقى يا فاندم يعني هو فكرة الكلاود كومبيوتنج أنت حالك بتخزني بيان على التليفون بتاع حضرتك بالزبط فعرف أن الهارد ديسك أو المكان اللي بتخزني في التليفون لما أنت بتيجي ترفعي البيان دا على حتة زي جوجل درايف زي جوجل درايف شكرا حالك قلتها لما تحبش نعمل الإعلانات زي جوجل درايف فحالك مش عارفة هو دا جوجل درايف اللي موجود في الإمارات ولا موجود في ألمانيا ولا موجود في فين طب عنوانه إيه؟ طب المكان بتاعه فين؟ لا بتبقاش عارفة هما بيعملوا إيه؟ بياخدوا البيان بيخزنوه على أكتر من قطعة من الستوريج بحيث أن لو حتة منهم إبوازت أو ما اشتغلتش يقدر يسترجع البيانات من أماكن الأخرى فيبقى البيان محافظ عليه طبعا وجود كلاود كومبيوتنج في مصر من خلال المركز الجديد ومن خلال الأنشطة المختلفة دا بيسمح لنا أن احنا نبدأ نستوعب خدمات زي أمازون وزي جوجل تبقى موجودة عندنا ومتخزنة عندنا في مصر هيفيدني بقى في إيه كمواطن عايز أقضي مصلحة حكومية؟ لو أنا عايز أقضي مصلحة حكومية وحاليا فيه تأخير فيه المصلحة نتيجة أنه ما فيش أوتوميشن أو أن الأوتوميشن بطيء وجود مركز زي الفتح مبارح دا هيسرع الخدمات دي وحيخليها متاحة طول الوقت يعني احنا كتير قوي بنروح بنقولك البنوك عليها سحب عالي فالمكان بقى بطيء النهاردة لما بنعمل المراكل دي السيستم واقع لما بنعمل المنظومات الجديدة دا بيساعد على زيادة كفاءة هذه المنظومات وطبعا لازم نتصور أن مصر من 10 سنين أو 5 سنين ما كانش عندها التوسع في جميع الأنظمة الرقمية ما كانش التأمين الصحي رقمي ما كانش المحاكم رقمية ما كانش الرقم القومي أصلا رقمي ما كانتش البنوك رقمية مع توسع الخدمات دي بنحتاج الانفرستركشور أو البنية التحتية بهذا المستوى طبعا البنية التحتية دي بتحتاج موظفين يشغلوها فنيين يعملوا لها سيانة ناس تعمل عليها برمجيات أخرى فده الواحده بيوسع الوظايف في هذا المجال في دولة صغيرة جدا زي مكاو مكاو دولة صغيرة جدا دولة طالعة مش سين عددهم صغير أقل من مليون مواطن 3-4 مليون أو 600 ألف وشوية الناس دي بتشتغل في الخدمات وفي جزء من الخدمات الإلكترونية ولو حضرتك بصيتي على دول زي مثلا كندا كندا هتلاقي أن 70-90% من الناس بيشتغلوا في الخدمات اللي جزء منها كبير رقمي في دولة في شرق أوروبا برضو فكمية الدول أثبتت أن كنت زمان نقوله ديت حاجة اسمها knowledge based system أو knowledge economy أو اللي هو اقتصاد المعرفي فالاقتصاد المعرفي ده مبني على التحول الرقمي مبني على الزكاء الصناعي لما من 15 سنين شفنا دول تحولت في الاقتصاد المعرفي لدول من دول بحالة الاقتصادية بتتطور أكتر وأحسن بتيجي الدخولها في knowledge based economy ده هو المستقبل والصور اللي حولينا زي شرق أوروبا أو شرق أسيا بيتوضح أن ده هو المسار اللي يقدر بسرعة يطور الحالة الاقتصادية في مصر طيب مركز الحوسبة اللي يفتتحه السيد الرئيس بيتعامل بتقنيات كثيرة منها الذكاء الصناعي هلك قلت لي أن المركز ده حقدر يستوعب كل طبعا الأرقام المهولة احنا أكتر من 100 مليون مصري فيه بطاقات تموين فيه خدمات مرور فيه أضايا فيه المحاكم فيه كل ده طبعا عدد طبعا ضخبة جدا من الأوراق وخلافه ازاي حيعالج البيانات دي ازاي حقدم حلول يعني إيه زكاء صناعي مركز حكومي يمكن علامات استفهام كتير المؤطن عايزة يعني مثلا هل حيقول أنا بوجه الدولة أنها تستثمر في المجال الفلان فيه غلط في الحتة الفلانية هل حيعمل نوتيفيكيشن أو نتائج بحث ده هذا الأمر وجود البيانات في مكان واحد بهذه الكسافة وهذه الكايفية بيسمح لنا أن احنا نعمل منظومات نستنتج بيها السليب حياة نستنتج بيها نربط المعلومات مع بعضها يعني احنا نقدر نربط ونعرف مثلا الناس اللي أخدوا تطعيمات إيه الحاجات اللي ممكن تحصل لهم الناس اللي بيمروا بحوادث معينة أو أمور طبية معينة نتنبأ بيها فالكلام ده ممكن يحصل عظيم الكلام ده مكانش ممكن يحصل قبل كده لعدم موجود البيانات الحاجة الثانية إن مثلا لو احنا تكلمنا على المستشفات أغلب المستشفات التابعة المجلسة أعلى للجامعات فيها نوع من أنواع الرقمنة وفيها نوع من أنواع البيانات لأن لوجودها جوب الجامعة ليه المستشفات التعليمية ليه المستشفات التعليمية ليه المستشفات التعليمية مش مستشفات وزارة الصحة لا مش وزارة الصحة يعني دي اللي أنا عارفها التعليمية لأن إحنا عارفين أن إحنا بيتعاملوا معنا وبنعمل لهم منظومة مرضى وبنعمل منظومة للكيلة وحاجات كده طب هي ليه المنظومة دي مش مربوطة مثلا بوحدة القلب ليه مش مربوطة كلها منظومات منفصلة وجود البيانات دي على إنفراستراكشر واحد ومنظومة واحدة بيسمح لنا نحن نربط البيانات دي ببعضها يعني دائما بحاول أن أنا أبعد عن أن أنا أخوه أنا بعيز المستمع يعرف أن أنا لو عندي البروفايل الطبي من كذا وحدة في مكان واحد أقدر أتنبأ بحاجات أقدر أساعد أقدر على الأل أعرف الأدوية اللي ما تسببش مشاكل مع بعضها إنما وجود البيانات والتاريخ الطبي كمان والتاريخ الأب عنده سكر الأم كان عندها مش عارف مرض إيه ده طبعا بيأثر؟ ده طبعا بيأثر لو حالك بقى فكرت فيها هتلاقي إن إحنا عندنا بيانات كتير قوي بتطلع كل الساعة لأن إحنا 100 مليون مواطن فبالتالي هل المنظومة اللي عندنا تسمح بتسجيل البيانات دي لمدة 10 سنين؟ هتلاقي إجابة صعبة قوي لأن ما عندناش مركز يسمح بها سيرفر أو سيرفر إلا لما تعمل الافتاح مبارح فالسيرفر ده بيسمح بقى بكميات رهيبة من البعلومات عندنا فبالتالي إحنا نقدر بعد كده نعمل لها تحليل نقدر نعمل لها تنبؤ نقدر نعرف الناس بتعيش فين وبتقعد فين وتنتقل إزاي وحاجات كده فنقدر تبدأ الدولة تبدأ على أقل تصمم المستقبل بشكل مبني على معلوماته طيب ده الجانب الخدمي الحكومي حداك اتكلمت على جانب آخر وهو جذب استثمارات لشركات مالتي ناشنال هل ممكن نشوف ده بشكل أكبر في الفترة اللي جاية؟ وحضرتك هتلاقي ده موجود لأن أنا عشان أعمل المنظومات دي محتاج ناس وشركات وهياكل تشتغل وتعلع هذه المعلومات وجود المركز ده في مصر اللي هي محور جميع أو أغلب الخطوط البحرية للمعلومات بيدي ثقة للأجانب أن إحنا هنا ماشيين في نفس الطريق يعني إحنا ماشيين على الطريق الصحي يعني هو ليه الناس بتروح مثلا تصنع في الصين لأنه عارفين أن الصين عندها جميع الصناعات موجودة جانب بعضها صح فوجود المركز ده بيعمل فلاكشيب أو بيعمل علم للناس خلي بالكم إحنا هنا متطورين في المكان ده الحكومة عندنا عندها الوعي عندها الإرادة عندها القدرة على التنفيذ فده طبعا بيعمل يعني دعاية إيجابية جدا وإحنا طبعا كنا في بعض البرامج يمكن جيت معاكم من فترة وكنا بنتكلم أن إحنا مشكلتنا في مصر كانت وقتها ما عندناش البنية التحتية للزكاء الصناعي النهاردة في بنية تحتية هي حكومية بس إن شاء الله الحكومة أكيد في الخطة بتاعتها قريب هتبقى في بنية تحتية للقطاع الخاص والشركات النشأة إنها تقدر تتعامل مع هذه البنية فده طبعا عالم وعالم وطريد جذب بناء على إفدنس بناء على أدلة لو حضرك عندك كلمة أخيرة توجيها ليه الأهالي بيتفرجوا علينا دلوقتي أبلادهم السنوية عامة ولسه مقتنعين بفكرة هندسة أو طب أو تجارة أو أداب تقول لهم إيه تشجعهم إنهم يدخلوا الكليات الجديدة وتخصصات الجديدة دي هقوله أول ما تصحى منهم شوف كام مرة بتتعامل مع تليفون أو منظومة رقمية وعدهم وهداها هيحفزك إنك تفكر لولادك إن المستقبل مش الوظائف التقليدية المستقبل للوظائف الرقمية ووظائف الزكاة الصناعية إنت بس خليك واعي إنت بتستعمل إيه رقميا مكان بنك تليفون اتصال طلبات على الأونلاين واسأل نفسك سؤال هو مين اللي بيعمل المنظومات دي بيصممها وينفزها ومين اللي بيساعد على تشغيلها بحيثها تبقى شغالها 24 ساعة صحيح وده أعتقد ده حيبقى كافي بالأدلة إن أنت رايح ناحية مجتمع رقمي صحيح صحيح في النهاية النصيحة الرئاسية لأهلين أو لأولياء أمور الطلوة كانت نصيحة فعلا في وقتها لأن هي قبل التنسيق أو قبل حتى امتحانات السنوية العامة اللي بعدها حيبقى فيه تنسيق المجالات الأكثر طلبا المجالات اللي عايزة سوق عمل وعطشانة زي كده ما بيقولوا هي المجالات اللي تكلم فيها السيد الرئيس الزكاء الصناعي تحليل البيانات علوم الحاسب بمختلف السايبر سيكورتي والأمن السيبراني كل هذه المجالات هي المجالات الأكثر طلبا كل الأمر ده حللنا وتكلمنا عنه بالتفصيل وكان بصحبتنا الدكتور وعي البدوي عضو مجلس بحوث التصالات وتكنولوجيا المعلمات في أكاديمية البحث العلمي شكرا جزيلا لك في قدم ونورتنا شكرا